فرسان الكلمة وسدنة الحرف وأرباب القلم يعتلون صهوات جيادهم من جديد بعد أن بعدت الشقة بينهم وبين حرفتهم حجتين أو ثلاثة سواف المور والقطر كادت أن تمحوا آثار القوم الذين انشغلوا بأصلاح ذات البين وتركوا الأدب رهين المحبسين وهاهم آبوا من جديد لنفض الغبار عن مأذور القول ومألكتهم إلى القوم أننا عدنا ولو من بعد حين ها قد عاد الفرسان إلى صهوات الجياد ودوت في سمع الزمان حماح مخيل بشرت بركوب وهي أرضنا أرض الجلاد منذ أن كانت الشمس صبية برهة بعد انفكاكها من مشيمة درب التبان غائلة الفراق لا صبر للأديب عليها من أجل ذلك تداعى الشعراء إلى ناديهم من جديد وهم حديث عهد بانتخاب ليعلن الأوبة إلى سابق المجد والسال في العطاء السادة رؤساء وسدنة الأدب في العالم العربي على التهاني التي بعثوا بها إلينا وأشكرهم خاصة على إعطاء مكانة كبيرة للأدب والأدباء في موريتانيا وإن كنا نستحق فإن الإنسان يحب أن يسمع الثناء على أدائه الجميل نحن هنا على ثغر من الأدب وثغر من الثقافة وثغر من الحضارة تلك إذن عودة جديدة للفرسان تؤذن بفجر جديد وعدوا به غب أن يجتباهم أندادهم لأخذ خطام ناقة الأدب وهي تتمائل بين كذبان شنقيط طربا لصوت حداتها بعد إن شاع بين الأنام أن شنقيط أرض المليون شاعر ترجمة نانسي قنقر